السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم عندي سؤال ويا ريت تجاوبني انا بصلي بقرأ قرآن وبصلي قيام الليل وبصلي صلاة التسبيح الحمد لله بس فيه ناس حولها بيقولوا لي ان ربنا مش بيحبني علشان انا مش بتتبع بتعب ومش بروح للدكتور خالص ممكن في السنة مرة يجيني دور برد بيقولوا لي اللي ربنا بيحبه بيمرض علشان ربنا بيغفر لو تعب اللي حاصل بيقولوا ايه ان انا مش بتعب ومش بروح للدكتور خالص وممكن في السنة بيقولوا ايه انت عشان ربنا بيحبك وكانهم فهم مغلوط لقوله صلى الله عليه وسلم اشد للناس بلاءا الانبياء ثم الامثل فالامثل فقالوا له انت لو ربنا بيحبك لازم تتقدر حياتك طبوا ليه حضرت النبي نفسه قال ولكن عافيتك اوسع لي يعني حضرت النبي كان بيطلب العافية اللي عايش في العافية عايش في نعمة والناس في الترقي الى الله سبحانه وتعالى انواع منهم شخص يصبر ومنهم شخص يشكر يبقى سألوا سيدنا الامام علي ايهما احبه اليك ان تشكر الله على الماء البارد يعني هو بيكلم في الحر على الماء البارد وان تشكر الله على الماء الحار قال بل اشكر الله على الماء البارد وكانه عايز يقول انه لما يشكر ربنا على النعمة ان الشكر يخرج من كل جزء من اجزاء جسده ويخرج من قلبه ومن كامل قلبه ولذلك الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى نعمه مكتب له أنه يكون في هذه الحالة المرضية ده فضله نعمة من الله ولذلك إلا حاصل المتصور اللي فاهم قوله تعالى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَ النَّكُمْ إن الإنسان اللي في النعمة لو أنه شكر الله يزيد الله عليه النعمة وهذا لا يكون دليلاً إلا على أن الله سبحانه وتعالى يتودد إليه وأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربه ولعل هذا أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مروع الرب العزة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأْعْطِيَنَّهُ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقعنا دائماً من أهل العافية ومن أهل النعمة يا رب العالمين أكرمنا على الدوام أن تجعل مقصودنا هو رضاك وأن تجعل مقصودنا هو محبتك اجعلنا من أهل العبادة ومن أهل العمران ومن أهل التسكية فاجعلنا دائماً ننظر إليك ونشكر نعمتك ونعيش في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين أكرمنا بذوق شهد معياتك وقربك على الدوام يا أكرم الأكرمين